ابتكر مجموعة من الشباب والشبات الأردنيين تطبيقاً إلكترونياً تعليمياً يعتبر الأول من نوعه في الأردن لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ويحتوي تطبيق على دورات شاملة خاصة بتعليم الحروف بشكل تفصيلي ودقيق ودورات اللهجات العربية المتنوعة نتابع تطبيق كليلة تطبيق مصمم خصيصاً لغير الناطقين باللغة العربية الراغبين بتعلمها من مصدر موثوق وسهل يحتوي على العديد من الدورات التي تسهم في تسهيل عملية تعلم اللغة تم إنشاء تطبيق كليلة وفقاً للإحتياجات والفجوات الفردية للطلبة والمنهجيات العالمية لتعلم اللغة العربية التي أبلغ عنها الطلاب أثناء محاولة تعلمهم للغة نجد طريقة سلسة لتعليم اللغة العربية للمغتربين العرب وبالإضافة طبعاً للأجانب المهتمين باللغة العربية لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية وإلى آخر وجدنا توجه كبير منهم لتعلم اللغة العربية لكن الطريقة الوحيدة الموجودة عندهم عن طريق المعاهد اللي لازم يروح على معهد في أحد الدول العربية أو أنه يتعاملوا مع أشخاص بدروس خصوصية احنا حبينا نجد أداء مختلفة وسهلة لتطبيق موجود على الأندرويد والآيو اس وعلى الانترنت والبي سي لتعليمهم اللغة العربية بوقتهم اللي بدون ما يضطروا أنهم ييجوا على الوطن العربي لتعلمهم تم تصميم الدروس لمتحدثين لغة الإنجليزية والإسبانية والصينية والإندونيسية حيث يمكنهم التطبيق من تعلم الأحرف والمفردات من خلال دروس شاملة لللهجة العامية بالإضافة للغة العربية الفصيحة كما يتيح التطبيق للطلبة إمكانية تعلم المخططات النحوية مقترنة برسوم توضيحية وفيديوهات وصوت واضح وعبر مصفوفة صارمة لتعلم اللغة تعتبر اللغة العربية ثالثة لغة شيوعا على الكوكب كما أن متحدثيها ينتشرون في قرات العالم كافة لذا كان لابد من ابتكار تطبيق لتعليم هذه اللغة وفقا للأصول لضمان التواصل مع المجتمعات وبناء الجسور بين الثقافات كجزء من رؤية الاندماج عالميا بعد العديد من الدراسات جاء تطبيق كليلة تجاوبا للحاجة الملحة لسد الثغرات والارتقاء بمستوى تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها عالميا بمنتج أردني وبجهود شبان وشبات أردنيين أكفياء سلام صابر المملكة عمان